لم يعد خافيا على أي من المراقبين والمتابعين للشأن العراقي ولا حتى على المواطن البسيط عزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إجراء إصلاحات إدارية ومالية حقيقية تنقذ البلاد من أزمات تراكمت وأخرى تنذر بالقدوم وضع اقتصادي بنهار طرابات اجتماعية انهيار سعر النفط وباء كورونا وصراع أقليمي العراق منكم يكون سهلة التغييرات بالمناصب الأمنية والإدارية وزيارة الكاظمي الميدانية فور توليه منصب رئاسة الحكومة كانت بوادرا أعطت مؤشرات مبكرة عن المسار الذي سيتبعه في معالجة مكامل الخلل آخر هذه الخطوات تمثلت بمطالبة مكتب الكاظمي جميع الوزارات بتزويدها وبشكل عاجل بهيكلية كل وزارة وجدول يشمل جميع الدرجات الخاصة بما فيها المديرون العامون وجدول مماثر بالدرجات الخاصة الشاغرة والمشغولة مع ذكر تاريخي إشغال المنصب ولهذا الدولة العراقية اليوم متعبة بالترحل الوظيفي العراق اليوم بأربع ملايين موظف عدد السكانة أقل من أربعين مليون في دول عالمية عدد سكانها تسعين مليون عدد موظفي الدولة فيها لا تجاوز تلثمئة ألف واحد المطالبة بالرد على الكتاب خلال 72 ساعة تضفي طابع الحسم والحزم على الموضوع وهو ما يعني بالتالي أن الكاظمي ماضم بما شرع به لتشخيص مكامن الضعف وترهل في المنظومة الحكومية ووضع الحلول السريعة لمعالجتها في ظل ظروف تتطلب الالتفات إلى عامل الوقت الذي يدرك الكاظمي أهميته وخطورته في بلد لا يتحاق